خلال ترأسه اجتماع لقادة الأحزمة الأمنية بالعاصمة عدا ومحافظتي أبيا ولحج استمع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالية جنوبية اللوعد الروس الزبيدي من قادة الأحزمة إلى شرح مفصل عن الحالة الأمنية كل في نطاقه الجغرافي والخطط الأمنية الجاري تنفيذها وخلال الاجتماع شدد الرئيس الزبيدي على أهمية رفع اليقظة الأمنية والتعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية بكل الجهود المتاحة لفرض هيبة الدولة ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار الوطن الجنوبي مشيدا بالجهود التي تبدلها الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها وفي طليعتها الأحزمة الأمنية لاستباب الأمن ودرء خطر الإرهاب وتوفير الاستقرار في العاصمة عدا ومحافظات الجنوب ووجه الزبيدي قادة الأحزمة الأمنية بالتركيز على الجوانب التدريبية والاستفادة من كل الوسائل التقنية المتاحة لرفع كفاءة الأفراد وتعزيز قدراتهم القتالية بما يضمن تنفيذ المهام الأمنية بكل حنكتين واقتدار ترجمة نانسي قنقر